يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدين ومشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى النهاردة طبعا هنكون جايبن لكم كل الأخبار اللي لفتت انتبهكم على السوشيال ميديا ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقر ترانز of the week فيلم مصري بيحقق جايزة عالمية فرح ابن ماجد الكدواني قلب سيلين ديون المقصور يلا بينا نعرف كل التفاصيل من أكتر الأخبار اللي تصدرت التراند خلال الأيام اللي فاتت كان فوز الفيلم المصري عيسى بجايزة رايل الزهبية وده بعد عرضه في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي فيلم عيسى هو فيلم قصير المخرج المصري مراد مصطفى وكان بينافس في أسبوع النقاط بالمهرجان والفيلم قصته بتدور حوالين قصة عيسى وهو مهاجر أفريقي عمره 17 سنة وعايش في مصر وبيحاول أنه يسابق الوقت لإنقاذ قصرته بعد حادث عنيف اتعراض تليم الفيلم من بطولة الشاب الكيني مارسلانيو والمصرية كنزي محمد وخلص مهرجان كان يوم السبت اللي فات وشاهد حفل الختام فوز فيلم أناتومي آف فول بجائزة السعفة الزهبية لأفضل فيلم من الفيديوز كمان اللي تصدرت الترند الإسبوع ده كان فيديو الفنان كريم عبد العزيز وهو بيرقصه فرحان جدا في فرح يوسف ابن الفنان ماجد الكدواني الفيديو حقق ملايين المشاهدات في كل منصات السوشال ميديا وده بسبب حالة الفرحة الحقيقية اللي ظهرت على كريم عبد العزيز وكأنه كان في فرح واحد من أولاده بالزبط يمكن الفرحة اللي ظهر عليها كريم عبد العزيز كان سبب حالة الصداقة القوية جدا اللي بتربطه بالفنان ماجد الكدواني وقسرته وده اللي خلى كريم فرحان وسعيد بالشكل ده وطبعا حضروا عدد كبير جدا من الفنانين ومن المعروف برضو أن يوسف ابن الفنان ماجد الكدواني شارك في بطولة مسلسل وبيننا معاهد وقدر أنه يلفت أنظار الجمهور على السوشال ميديا خلال أحداث المسلسل واللي كان من بطولة شيرين ريدا وبسمة ومتحة صالح أما آخر خبر معنا اتصدرت ترند الأسبوع ده فهو خاص بالنجمة العالمية سيلين ديون واللي كنا اتكلمنا عنها من كام حلقة وقلنا أنها أساعدت كل جمهورها لما أعلنت أنها ترجع تاني عشان تمارس نشاطها الفني بعد طبعا أزمتها مع مرض الشخص المتيبس ولكن مع الأسف خرجت سيلين ديون من أيام وأعلنت على صفحتها الخاصة على الإنستجرام أنها مضطرة أنها تلغي جولتها الغنائية في أوروبا وأنها مش هتقدر تقدم أي حفلات لحد شهر إبريل السنة اللي جاية وقالت كمان سيلين ديون أنها بتحاول تعمل مجود كبير عشان تقدر تستعيد قوتها مرة تانية ولكن تقدمها للحفلات في الوقت الحالي هيكون طبعا صعب جدا علشان كده فضلت أنها تلغي كل الارتباطات الفنية في الوقت الحالي لحد ما تكون قادرة تقف مرة تانية على المسرح قدام الجمهور يمكن أكتر شيء لفت انتباه الناس في البيانة لنشرته سيلين ديون على صفحتها كانت تعليقها على الغناء في الحفلات بجملة أنه سيقصر قلبها وده اللي خلق حالة كبيرة من التفاعل والتعاطف مع الجمهور مع سيلين ديون واللي وعدت جمهورها بأنها مش هتستسلم للمرض وحتحاول ترجع قريب لهم وبكده نكون خلصنا فقر ترانز أوف دي ويك من وقت قزمة كورونا وحال السينما في مصر والعالم ما كانش ماشي قوي وكان موسم الصيف ونص السنة في مصر بالأخص بينزل فيه كام فيلم كده على استحياء علشان الدنيا تمشي وما تبقاش وقفة خالص ولكن الصيف ده هيكون مختلف جدا لأننا هنشوف فيه عودة للسينما المصرية بكوة وهنشوف عدد كبير من الفنانين الكبار حيشاركوا بأفلام منهم طبعا كريم عبدالعزيز بفيلم بيت الروبي اللي بيشاركوا فيه كريم محمود عبدالعزيز وهنشوف كمان تامر حسني واللي هيشارك بفيلم تاج وهتشاركوا في البطولة دينا الشربيني وكمان فيلم السرب ببطولة أحمد السقق ومونة زكي وآسر ياسين وشريف مونير وعدد كبير جدا من الفنانين وطبعا زي ما قلت لكم من شوية بقالنا كتير قوي ما شفتاش الكم ده من الأفلام بيستعد انه ينافس في موسم السيف وعشان نعرف طبعا تفاصيل أكتر عن الموضوع هيكون معانا دلوقتي مداخلة على زوم مع النقدة دعاء حلمي أهلا بيك يا دعاء أهلا وسهلا بيك زاكري هاما عبدالله كله كويس في البداية عايزة عرف منك شايفة إزاي موسم السيف في ظل ان فيه عدد كبير قوي من الأفلام السنة دي بوسي هو زي ما انت قلت كده انه يا رب يا رب تبقى عودة للسينما المصرية بجد لأن الحقيقة كان عيد الفطر السنما الأفلام لأنه ليس فقط عيد الفطر الحقيق نحن بقى نظر نقول سنوات في هذه الكبوة سيظهر كده طفارات يعني زي ما بنقول مثل تلاقي حملة كرموز هتلاقي مش عارفة بعد كده الفيلم بتاع الممر تلاقي حاجات تكسرلك حاجات على استحياء وكله كان ما قبل الكورونا السنة الفتت كان فيه كيرة والجن برضه كان شيء مطمئن لكن ان ده ما يقامش عليه صناعة هل عودة صناعة يا رب يعني ما عندناش حاجة نقولها غير يا رب نتعشم ذلك لاني اخدي بالك صناعة السينما كلها في العالم كله بتمر بأزمة مش هنقدر نحن نقول ان مصر بس بتعاني من أزمة صناعة السينما لا الحقيقة ان في العالم كله طب حيكون فيه تقريبا كان فيلم بالزبط مشارك في موسم الصيف غير اللي احنا قلناه في التقديم هيبقوا ستة لغاية دلوقتي يعني انتي عارفة فيه حاجات مزة الافلام الصغيرة ممكن بتلاقي فجأة في المين تلاتة حاجة صغيرة لو بجت كده مع الدين من قدامك بس هم دخلوا السينما لمجرد ان هم بس ياخدوا كده ختم السينما لكن هو فيه افلام ما بتبقاش هدفها السينما لان فما بتجيبش ايرادات بس بيبقى هدفها انها مجرد انها تقال انها تعرض في السينما فبالتالي ده يجيب لها سعر في المنصة مرة يعني بشكل كبير فبالتالي بيبقى وجودها بس انها بتسبب التواجد وده اللي كنا بنعاني منه الفترة الفترة انه ظاهر عندنا حاجة شبه سينما المأولات يعني اللي هو تلاقي ايه بوكي كده زي ما بيقولوا ولو بجت وهم هم نفس التركيبة بنفس الافعاد بنفس الحكاية عشان بس يقوروا نظام لها سينما عشان يعرضوا نفسهم برا في يجيب لهم قيمة اعلى لكن عندنا ستة افلام السينيدي الحمد لله فعيد الاطحى الحقيقة نموسم تقيل جدا جدا يعني انت عندك ستة من نجوم السينما بيتنافسوا يعني نادي بيتنافس بفيلم الجواهارجي عندك على الزيرو عندك ابو نسب طبعا محمد عاد الامام ان هو راجع تاني بعد فترة غياب ابو نسب وعلى الزيرو تحديدا محمد رمضان ونلي كريم احنا رأينا محمد رمضان في عيد الفطر وانا اظن ان هذا مغمرة كبيرة قوي ان هو كمان ينزل في عيد الاطحى يعني وينزل في عيد الفطر بعد جعفر العمدة ده نقدر شيء يحتسب له عندنا ابو نسب زي ما قلنا محمد عاد الامام بعد غياب فترة طويلة عن الثاني ما يعني طبعا احمد الساقة بفيلم السرب وفيلم كل هنا مستنين يعني من ساعة البرومو اعتقد ان هو كان من سنتين لما نزل البرومو كل الناس كان متشوقة جدا لكي نرى التوليفة دي من ساعة فيلم مامار احنا لم نرى فيلم حربي بجد يعني يعني نقدر نقول ان الافلام الاخرى يعني بتبقى من الطعامة لكن فيلم وطني صرف او فيلم حربي بالشكل ده اظن ان الناس كلها مستنية طبعا تامر حسني تامر حسني بقى نقدر نقول مساهم في السينما المصرية ينزل كده كل عيد او كل سنة ينزل لنا في فيلم نختلف او نتفق عليك ان يحقق ارادات عالية وده اعتقد ان هو المطرب الوحيد اللي قدر يحقق ارادات في السينما بشكل كبير كما قالت نتفق على الفيلم او نختلف انا عندي ملحظات كثيرة جدا على افلامه سواء مش انا او لكن لا تستطيع ان تنكري او تغفلي انه لا يحقق ارادات كويسة وبالذات في الخليج وهذه نقطة بالنسبة لي مسيرة وعلمة استفهام كبيرة جدا لان اكتشفت لما نزل هارلي مثلا محمد رمضان انه لا يعمل ارادات كويسة في الخليج يبقى اذا ساحة الخليج او السينما الخليجية لا نستطيع ان نخرجها من معادلة يبقى عضو ضلع اساسي او لا نعتمد عليها هو لا نقول اعلى ارادات في تاريخ السينما يعني لا يوجد مزايدة لا نزايدة في حتة ايه ان هو الفيلم محقق اعلى ارادات في تاريخ السينما المصرعي لان لا تتحسيب كده فالمهم عندك كمان طبعا كريمة عبدالعزيز ببيت الروبي فانتي كده لا يعني انتي عندك اثنين او ثلاثة كوميدي عندك واحد اكشن اللي هو تاج تاج طبعا مش بس اكشن تاج احنا راحين لأفلام الابطال الخارقين فاربنا يستر كما هو السوبر باورز يعني؟ نعم مثل افلام مارفلز وزي افلام سبايدر مان اه دعا حاجة اول مرة تتعمل بتهايقني او ايه؟ او حصلت قبل كده؟ نعم لا 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 ما حصلتش قبل كده بالشكل ده خالص فبالتالي انا متحمسة ومتخوفة ومتشككة بس وثقة في النهاية ان احنا المهم ان احنا نغامر على اقل زي ما كنا زمان مثلا يعملوا فيلم رعب فيه هجة كتب فترة بداية الالفنات افلام رعب درجة عشرة بس على اقل خبطنا الباب وبعدين دلوقتي بقينا نشوف افلام رعب معبولة بشكل جيد جدا انت عندك في العيد الفطر اللي فات كان يوم تنتاشر بتعدينا الشربيني اول فيلم رعب ان نسلت لفتله وتقول يا جماعة دا بتنفس حلو جدا فاذا احنا مش معقول ان احنا حتى لو جربنا حاجة وتنفذت قبل كده بشكل مش لطيف ان احنا ما نخبطش تاني الباب بالذات في التطور التكنولوجي وما الى ذلك فانا مبسوطة جدا لوجود فيلم من النوعية دي زي تاج ويا رب ينجح عشان يبقى مشجع ولو لا قدر الله بحقاش المرجو منه لا نحاول تاني وتالت وعناط التجريب في حد ذاته هو دا السنماء طيب فيه عدد من الافلام بياخد البطولة بتاعتهم مواصلين الشباب لسه تقريبا اول مرة يظهروا ايه توقعاتك الافلام دي؟ يعني فيه عدد كبير من الافلام اللي فانانين شباب اول مرة بياخدوا بطولة افلام يا تارا ايه هو المتوقع للافلام دي؟ بس يا هوا ما عندناشي السنادي ده او صاري في عيد القطحة ده كان عندنا في العيد اللي فات بس بتبقى للأسف يعني لا مش هنقدر نعاول عليها قوي طول عمرنا كان عندنا الافلام اللو بجت بتبقى موجودة وطول عمرها كانت مفرخة للنجوم طب انت سميتها ليه اللو بجت مش يمكن هم فعلا عندهم موهبة؟ لا انا قصدي انتجيا لكن الموهبة مع شكلا بقولك بتبقى مفرخة لهم يعني النجوم او المنتجين بيشوفهم لانها بما انها في لها اللو بجت بيبقى الانكم كمان له بيبقى لي العدد الجمهوري اللي بيخش بيبقى لي جدا نادرا يعني من ساعة فيلم اوقات فراغ مش هتلاقي فيلم شبابي بجد يعني قصدي وجوه جديدة تماما حقق انكم وحقق ارادات وطبعا قبلها سعيدي في الجامعة امريكية قبلها سماعلي راح جاي يعني ليس هتلاقي اللي عمل الحالة دي نقدر نقول فيلم شبابي وبيغير وبيعمل لا هذا ما حصلش لكن هي في الاخر بتبقى تجارب قليلة التكلفة وقليلة دخول الجمهور وقليلة الفرجة لكن بتبقى مناخ لطيف لان الناس تشتغل يبقى العجلة دايرة ده اللطيف لكن بتقدريش تقولي عليها صناعة نجوم او تقدريش تقولي عليها ان دي صناعة سانما اساسا لا احنا اشبه بافلام المقولاتي طيب احنا من فترة كنا لسه بنقول في اول حلقة ان مكانش فيه كم الافلام دي خلص في الصيف اللي فات واللي قابليه والسنة دي الكمة بقى كبير جدا هل سوق السينما حاليا يستحمل كم ده من الافلام؟ بوسي لا هو مش مش هشهد او سوق السينما يستحمل بكتير احنا مئة مليون يعني ياريت في كل مركز شباب فيه دار سينما بس مش دي القضية هي القضية ان الناس نفسها وهي دي قزمة صناعة السينما في العالم كله ان الناس نفسها ما بقيتش بتقبل على السينما يعني انا وجيت قلتلك بقى فيه فيلم نزل هتقولي لي طب بعتيلي اللينك خلاص الموضوع بقى ايه؟ ابسطه بقى الموبايل خلى الحكاية اتقل بكتير قوي ان انا ادور على ركنة انا لو عدد افراد اسرتي مثلا خمسة لو متوسط سعر التذكرة المعقولة هنقول مئة وخمسين جنيه او مئة جنيه انهي رب اسرة هيقدر بذات ان احنا عارفين الطبقة المتوسطة هي الوقود بتاع السينما مش طبقة الصفوة فبالتالي اما انا رب اسرة اقدر ادفع ستممية جنيه سينما بس غير الفشار اللي هيجبوه ده غير مش عارفة يعني انت فاهمة انا لا انا عايزة لي الف جنيه عشان اخش سينما فمش اي اسرة هتقدر تدفع الالف جنيه دي هيبقى من اولوياتها اشياء اخرى يعني فبالتالي السينما بتمر بمعضلة وده بتواجد طبعا لتوافر المنصات ده لو كلامنا على قزمة السينما بقى بشكل عام توفر المنصات توفر الموبايلات كمان خلق الجمهور يعني او نقدر نقول درجة صبر واستحمال الجمهور بقت مرعبة انت عندك الفيديو لما بيطول على الموبايل عن خمس دقايق فبالك فيلم انا افضل قعدة ساعة ونصف وافضل محبوسة التقس نفسه وده الخطر اللي على السينما انها التقس نفسه بقى تقيل على الفرد فبالتالي عشان تربطيني في كورسي ما تحركش الرجالة ما تشربش سجاير انا انا انت هتروحي على فكرة فيلمه بس انا سأسألك انت اول فيلم هتروحيها ايه السرب اكيد مش عشان بس دافع وطني اكيد ده بس الواحد عايز يطمن على صناعة بلده لان الداهنة صناعة ثانية وبعدين هبقى اكيد كريمة عبدالعزيز لانه كريمة عبدالعزيز ممثل مش هين وممثل اعتقد ان احنا لازم نحس بقيمته اكتر من كده وهو يحس بقيمة نفسه اكتر من كده النقيدة دعاء حلمي بشكر حضرتك جدا على المداخلة معي وبكده تكون خلصة فاكرت سكوب خلونا نروح دلوقتي نشوف مع بعض فاكرة السوشال لاب ونرجع نكامل بقية فاكراتنا دلوقتي جي معادنا مع فاكرة السوشال لاب وزي ما انتم عارفين اننا في الفاكرة دي بنعمل جولة سريعة في اكاونت فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل ايه على السوشال ميديا لما تابعنا هند اكتشفنا انها مهتمة جدا بالانستجرام ومدفع لقوي عليه ولقينا عدد الفولويز بتاعها 3 مليون وخمسمائة ألف وهي بتابع 1138 بس ونشرت لحد دلوقتي 1757 صورة وفيديو طبعا اكاونت هند صابري زي كل اكاونت الفنانين عليه صور من اعمالها وكل الشخصيات اللي مسلتها واللي متابع هند صابري كويس هيعرف انها دايما لها اقتراطها في ستايل فستنع في المهرجانات الفنية ودايما كل اللوق بيختلف عن التاني وطبعا اخر نشرته كان فستنع في مهرجان كان هند صابري بتحب جدا من فترة التانية انها تنشر صور لها مختلفة ولما دورنا عندها لقينا انها نشرة اكتر من 30 صورة ضمن فوتو ساشنز متنوعة وبكده نكون خلصنا جولتنا على الانستجرام بتاع هند صابري تعالوا بقى نروح للتيك توك واللي هنلاقي فيه ان هند عندها 731 الف متابعة وهي بتابع 55 اكاونت بس والحد دلوقتي هند محققة 1.800.000 لايك من اشهر الفيديوز اللي حققت ملايين الفيوز الفيديو اللي عملته مع اياد نصار من تيك توك لتويتر لقينا انه بيتابع هند صابري 5.600.000 متابعة وهي بتابع 620 اكاونت والحد دلوقتي نشرت اكتر من 9600 تويت وبكده نكون خلصنا بقرة السوشال لاب من اكتر الموضوعات اللي شغل الناس على السوشال ميديا ومتصدرة الترنت بقالها فترة هي طبعا الازمة الاقتصادية العالمية بنشوف ناس دايما بتسأل اسئلة من نوعات نستثمر فلوسنا في ايه؟ هل الدهب افضل حل ولا لا؟ هو العقارات احسن ولا الدهب احسن؟ طيب احط فلوسي في البنك في وديعة ولا استفيد بالفوائد؟ المشكلة انه ما شاء الله يعني السوشال ميديا بقت مليانة ناس كل واحد منهم يسمي نفسه خبير وبيطلع يقول كلام للناس ممكن ما يكونش صحة طبعا عشان كده احنا النهاردة معنا ضيف متخصص فيه الموضوعات الاقتصادية وهو الاستاذ محمد رجب صاحب قناة المصرفي اهلا بحضرتك اهلا بك اهلا بحضرتك وبسأل المشاهدين مرسي قوي زوقك ومرسي على وجودك معنا النهاردة زي ما قلت فيه ناس كثيرة قوي بتطلع تتكلم وتقول حاجات مفروض نصايح للناس ويكونوش هما داريانين بالموضوع ولا عندهم الخبرة الكافية ان هما ينصحوا الناس ايه رأيك في الموضوع ده؟ بسهدي مشكلة طبعا موجودة في الفترة الحالية ان فيه ناس كثيرة جدا بتطلع تتكلم في الحاجات الاقتصادية وفي الاستثمار وهم ما عندهمش اي خبرة او خلفية عن الموضوع ولا حتى فيه دراسة عن الموضوع للأسف فيه قنوات ممكن تلاقي قنوات طبخة بتتكلم في الموضوع قنوات مالاش اي علاقة خالص بالاقتصاد بس هو دلوقتي الترند اللي ماشي زي محرك بتقولي فكل حد عايز يطلع يعمل شوية مشاهدات فبيطلع يكلم على الاقتصاد وعلى الاستثمار وإيه اللي ممكن انت تستثمر فيه هوافر ان هو ما عندهش المعرفة الكافية او الخبرة الكافية ان هو يتكلم في النقطة دي وفي نفس الوقت هو ممكن يضر الناس لانهما هيديهم نصيحة مش على اساس سليم وممكن ان هو يضرهم طيب احنا بقى عشان نطمن المشاهدين عايزين نبتزي معاك كده من الاول انت متخرج من ايه واشتغلت في ايه وايه اللي خليك تتجه للسوشال ميديا انا خارجة كلية تجارة وإدارة العمال اللي هي معروفة باسم تجارة خارجية سنة 2002 ابتديت العمل في المجال البنكي والعمل المصرفي من سنة 2003 اشتغلت في إدارات مختلفة خدت خبرات مختلفة من الإدارات اللي انا اشتغلت فيها جيت في سنة 2020 انا على مدار العشرين سنة بتاعت البانكينج كنت بلاقي ناس كتيرة بتيجي البنك بتعمل برودكت معين او بتعمل منتج معين بعد فترة تيجي لأ طب انا ده ما كانش يناسبني ده انا عندي مشكلة في الموضوع ده او ان هو عمل حاجة في بانك تاني فبيجي يتكلم ان هو الله يسمحه استاذ فلان عمل لي الموضوع ده وطلع ان هو مش نافع لي او ان هو مش ده المناسب ليه فقلت طب ليه ما نعملش حاجة ممكن ان احنا ننشر الثقافة للناس الثقافة البنكية والاستثمار ونعرفهم الحاجة بالطريقة السليمة والطريقة الصحة بحيط ان هو يدخل البنك يبقى عارف هو عايز يعمل ايه بالزبط وايه المناسب ليه بالزبط مش بناء على التارجت اللي موجود بتاع الموظف او الحاجة للموظف من وجهة ناظره وزيد ترسل كتير جدا جدا لأسف فيه زي مش عارف بتسموها ايه في البنك بصراحة زي مشروع مثلا جديد في البنك عايز ان ان انت تخلي الكلاينت بتاعك يجوا يدخلوا في الحاجة فميروح عارضه على الشخص ده ويعيني الشخص اللي هو الكلاينت بيفتكر ان ده مناسب بالنسبة له بزبط فبيبقى طبعا سوق اختيار دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا لان في ناس بعض المنتجات فعلا ممكن هو يكون مش ميالي خالص او مش بيحب ان هو يعمل حاجة زي كده الموظف لما بيشرحه بطريقة صحة وطريقة مناسبة هو هيقدر يقرر اذا كان هو مناسب لي ولا مش كل الناس بتعمل كده للأسف قلت خلاص انا هعمل القناة دي بحيط ان انا هشرح كل المنتجات حاجات عامة على البنوك كلها اللي هي الحاجات الكمن ما بين البنوك كلها بحيط ان حضركت يدخلي البنك تبقى انت عارف البرودكت ده ايه ايه قصته من اولها الاخيرة هو مناسب ليك ولا لا فانت رايح البنك تعمليه بالضبط يا تعمليه بطريق مباشر او لا لما الوظف يتكلم عنك لا انا مش مناسب لي الموضوع ده ده كان اساس الانشاء القناة والاسهم زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت هي عبارة عن ان انت بيكون في شركة يما شركة جديدة نزلة للسوق وعايزة راس مال او ان هي شركة موجودة في السوق وعايزة تزود راس المال بتاعها علشان توسع نشاطها او تغطي تكاليف معينة فبتعمل اصدار للاسهم عن طريق ان هي بتروح للهائة العامة الرقابة المالية وبتقدم على الموضوع وبعد المراجعات اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت بيتم الاكتتاب واتكلمنا في حتة ان ان ده لما حضرتك هتشتري سهم انت هتبقى شريك في الشركة بعدد الاسهم اللي حضرتك اشتريتها وبنسبة الاسهم اللي انت اشتريتها يعني لو الشركة دي بتصدر الف سهم وحضرتك اشتريت مية وخمسين سهم يبقى حضرتك بتانتلك خمستاشر في المية من الشركة دي. وبتدت بقى قناة المصرف. بالزبتك. وسميتها كده مظبوط. علشان ايه بقى شمعك صدقيني هو الاسم طلقي يعني فكرت في عسامي كتير جدا انا في اول حلقة بصيت لقيت نفسي اهلا وسهلا بكم في قناة المصرفي طلعت لوحدها. الاول كنت انا مسميها المصرف علشان هو البنك اسمه المصرف باللغة العربية الفصحة وانا بتكلم لقيت نفسي بقولها المصرفي فخلص. قلت خلاص. هو ده ربنا ريد ان اسم القناة بقبلت شكل ده. طيب انا بوس انا هكلمك بالطريقة بتاعت الناس وهم عاديين مع بعض بطريقة بسيطة مش عايزة اسمع حاجات مكالكعة. احنا ما بنفهمهاش. انا مبدئين واحدة ضيع خالص في الحساب. ما بفهمش الواحد مفروض يعمل الاستثمار بتاعته بس زي ما احنا قلنا في التقديمة الناس كلها بتعطي فكر ايه ده انا اشتري دهب. ولا احط فلوسي فوائد. ولا سيبهم زي ما هم. انت شايف ايه اللي بيحصل عالميا من طبعا بعد الكورونا على الحروب بتاعت اوكرانيا وروسيا الدنيا كلها هبتت في العالم كله. تمام. مضبوط. فدلوقتي احنا عايزين نعرف احنا المفروض نعمل ايه. انا دلوقتي لو محوشة شوية فلوس. تمام. اعمل فيهم ايه. نبدئيا كده. ما تحطيش فلوس كلها في اداة استثمارية واحدة. ما تحطيهاش في حاجات. يعني شاهدات بس لأ. دهب بس لأ. برصة لأ. لازم الاستثمار بتاعك او الفلوسي كلها تتوزع على ادوات استثمارية مختلفة بنسب معينة. علشان توزعي المخاطر. لان مفيش حاجة اسمها صفر مخاطر. ايا كان نوع الاستثمار الحركة بتعمليه مفيهوش صفر مخاطر. الشاهدات نفسها حتى اللي هي امنة وان الفلوس ما بتتأثرش باي حاجة وبينزل لحضرية عائد ثابت كل فترة. بس قيمة الفلوس نفسها بتقل مع الوقت. نظرا طبعا للتضخم ده في الاوقات الطبيعية. وخصوصا كمان في الازمات لما بيحصل عملية تخفيض لعملة او ان يحصل اي ارتفاع لمعادلات التضخم ده بيقلل من قيمة الفلوس. فده نوع من انواع المخاطر عشان كده بيسمها منخفضة المخاطر. فبصفة عامة لازم يحصل تنويع الادوات الاستثمارية. جزء ايبقى في الشهادات. جزء ايبقى في صندوق الاستثمار منخفضة المخاطر. جزء ايبقى في قدون الخزانة. جزء في الدهب. جزء في البورصة. لما حرج بتعملي توزيع للمخاطر. توزيع على الادوات الاستثمارية انت كده نوعتي المخاطر بتاعتك. فلو في اداة استثمارية حصل فيها مشكلة او حصل دروب معين. الادوات التانية بتقدر ان هي تعمل نوع من انواع التعافي وتساعد ان انت يتعوض الخسارة او تعوض المشكلة اللي حصلة في الاداة دي. الكلام ده انا بقوله في الحلقات بتاعتي من اول ما اعملنا القناة من قبل ما حتى تحصل ازمة الاقتصادية العالمية اللي حصلت بسبب الحرب الروسية الاوكرانية طبعا. طيب تفتكر فعلا ان الناس لما بتركز في حتة معينة مثلا زي مثلا لو تلاقي الناس كلها خافت فتروح ايه انا هنزل اشتري دهب. هل ده بيساعد ان سعر الدهب يعلى ولا هو بيفضل زي ما هو وده ملهوش علاقة بده. طبعا اي حاجة بيبعليها اقبال لازم سعرها بيرتفع بأي انقام. دي مش بتكون حاجات عالمية؟ مش شرط ما هو له او جزء محلي وفي جزء محلي يعني الجزء العالمي ده اللي هو السعر العالمي بتاع الدهب اللي هو بيعاب بيع怀ن اللي هو سعر الاقلية وده بتأثر بالدولار بعلاقة عكسية مع الدولار. يعني الدولار term لما بينخفض بيبتدي سعر الدهب يرتفع والعكس صحيح محليا في عامل تاني احنا طول عمرنا أو في الفترات العادية بيبقى السعر الدهب محليا زي وزي برة بالضبط ما فيش اي اختلاف هو بيصعر على سعر الدولار في البنك وبيبتدي أنه أنت تلاقي خلاص هو سعره في السوق كده. الفترة الأخيرة لما حصل إقبال زيادة وابتدأ يبقى فيه طلب زيادة على الدهب والمعروض اللي عندنا معين. أنت عندنا مثلا ألف كيلو دهب مثلا الناس كلها بدل ما كان عشرة بيطلبوا الألف كيلو دول بقى ميت واحد بيطلبوا الألف كيلو. فبالتالي سعرها يعني. طبعا بخلاف المشكلة بتاعة التسايد. وده بيكون إليجل وفي جزء إليجل طبعا. الجزء إليجل إنه هو الزيادة في الطلب. فده بيعلي سعر السرعة. في نفس الوقت الموضوع التسعير بالدولار ده غير السعر الرسمي. فده برضو عمل مشكلة تاني. طب عمال إزاي لو الناس عملت إقبال على الدهب إنه سعره من كم يوم ابتدى ينخفض. ده بقى بعد الإجراءات الحكومية اللي طلعت إنه هو هيبتدي تخفيف القيود أو بمعنى أصح إلغاء الرسوم والجمارك على الدهب اللي جاي مع القادمين من الخارج بالزبط كده. ومجرد إنه يدفع ضريبة القيمة المضافة على المصنعية. ده مجرد إحنا في الإقصاد في حاجة اسمها الورد оф موت. إن مجرد إن الإشاعر بتطلع أو الخبر بيطلع. ده بيأثر على الأسواق. فمجرد... بيأثر عليها في البورسة؟ أين كان السوقي. الكلام نفسه بيأثر على السوق نفسه. فأول ما تقيل إنه خلاص الحكومة هتعمل الإعفاء ده. ابتدى الناس لا. طب. استنى بقى. في دهب جاي من بره بالزبط كده. فالدهب اللي جاي من بره ده سعره هيبقى أهدى بكتير من اللي موجود هنا. إن سعر الأوقية بره أو سعر الدهب عمتًا بره على السعر العالمي. خاصة في منطقة الخليج. العملات هناك مرتبطة بالدولار. فبالتالي ما فيش فروق في سعر الدهب وزي السعر العالمي بالزبط. فبالتالي الناس اللي هتجي من بره هتجي بسعر دهب أقل من اللي موجود الاستثمار في الذهب ده برضو خلا نستبلع نهدى ونشوف هنستثمر في الطريقة دي ولا هنستثمر في اللي جاي من برا فالوسائل استثمار في الدهب تنوعت فبقى فيه فرايتز اكتر فبالتالي ده قلل الضغط على سعر الدهب اللي موجود في السوق. يعني زي ما تقول كده الدولة بتحاول برضو تلاقي حلول مع الهجوم اللي بيحصل ده علشان الدنيا تخف الضغط بالزبط. بالزبط. الدهب اللي هيتم الاستثمار فيه من قبل الصندوق ليه شروط معينة. زي ان هو هيبقى مجموغ من الجهات المعتمدة ودرجة النقاء بتاعته لا تقل عن 999.99 وان هيبقى اوزان السبائك هي خمسين جرام متين وخمسين جرام خمسمائة جرام كيلو ومضاعفات. الصندوق ده زي ما اتفقنا هو متوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وهي لجنة شرعية بتشرف وبتوافق على المحددات الاستثماري للصندوق وبتراجع عليها بصفة دورية. المحددات الاستثماري للصندوق هتبع عبارة ان الاستثمار لا يقل عن 95% من اصول الصندوق يتم استثمارها في الدهب. بالنسبة للعقارات. تمام. اه في برضو اه رأي اخر بيقول لا انت تستثمر في عقارات. والعقارات طبعا انت عارف ان هي سعرها بيكون عالي جدا 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 حتى لو انت بتقسط على سنين كتير. بس اه مش هيعرف ان زي ما انت قلت في الاول ان هو يقسم حكته على حاجات مختلفة. يعني لو واحد بيستثمر فلوسه في عقار. مش هيقدر ان هو يشتري معيها دهب ويحط الشهادات ويعمل حاجات دي كلها. ايه رأيك في موضوع الاستثمار في العقارات. الاستثمار في العقارات طبعا استثماري الجيدة اللي بتحافظ على قيمة الفلوس. لان احنا ما شفناش عقار امته بتقل. بالعكس انت طول مع مرور الزمن قيمة العقار بتزيد. فهو اداء جيدة جدا لحفظ الاموال من قيمة الاموال من التضخم ومن التقلبات الموجودة في سعر العملة. بس في نفس الوقت هو عنده مشكلة كبيرة. ان انت دلوقتي اسعار مواد البناء مرتفعة جدا. فبالتالي اسعار العقارات بقى مبالغ فيها نوعا ما. عن الطبيعي. فدي اول مشكلة. بس عمرها ما بينزل سعرها. عمرها ما بينزل سعرها. مش زي الدهب ان احنا ممكن نشتريه بعدين ينزل سعره. بزبط. بزبط ان هو تبع البورصة العالمية. بزبط. لكن العقار حتى لو دلوقتي سعره عالي. هل ممكن على مدار سنين سعره يقل؟ لا ما بيقلش بس ممكن يبقى فيه حالة من ان هو يقف عند سعر معين. علشان هو دلوقتي كان مقوم اكتر من سعره. فبالتالي وغير ان هو ممكن يحصل فيه عملية ركود نوعا ما. يعني حركة لو رحت تشتري شقة مثلا. هي قيمتها مليون. لو قال له حركة مليون ونص او اثنين مليون. مش هتشتريها وهتمشي. فبالتالي ده ممكن يعمل نوع من انواع الركود الخفيف في الموضوع العقارات. احنا من من الشعوب اللي بتحب الاستثمار في العقارات. بس بنسب معينة. يعني ما تبالغش في الاستثمار في العقارات. فيه ناس بتحب تشتري بكل فلوس تقريبا عقارات. في الاخر هيلاقي فلوسه مجمدة. مش عارف فيه ناس بتعرف تستغلها كويس ان هي بتأجرها ويتعمل تستفيد منها. وفيه ناس ما بتعرفش تعمل النقطة دي. وفي نفس الوقت رجعنا لنقطة التركيز في اداة استثمارية واحدة ممكن ان هو يأثر على المستقبل. يعني انت شايف ان العقار ممكن يكون احسن شوية من الدهب ولا لا? لا. 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 لان هو كمان الدهب ان انت تعمليه سيولة او ان انت تقدر ان انت تعمليه لكوديشن اسهل بكتير من العقار. العقار تقيل في بيعه ان انت تعمل لكوديشن لي وتقدر تبعيه بيبقى اصعب بكتير من الدهب. لا الدهب فرصته في السرعة السيولة بتاعته اكتر بكتير من العقارات. طيب عايزة بقى اسألك سؤال هيقلي ينطبق على تقريبا تسعين في المية مننا كلنا. انا لو بقبض مرتب صغير. حل. والمرتب ده يعني هو بالزبط يدب يكافيني. تمام. بس في نفس الوقت عايز اعمل حاجة البكرة. اعمل اعملها ازاي? وايه هي? مبدأ ايا كده. حضرتك الدخل اللي بيجي لك كل شهر. ايا كان هو ايه. لازم فيه جزء شهري يستقطع منه. حراكة لو بتقبضي نهارده الف جنيه هتلاقي ان كل التزاماتك وكل الاعباء المالية اللي عندك. الالف جنيه دي بالعافية بتكفيها او ممكن ما تكفيهاش كمان. بالزبط. لو تاني يوم حصل طفرة في المرتب بتحرك بقى خمس تلاف جنيه يعني خمس اضعاف الواقع ده. حصرفهم برضو. في الاول هتبقي مسترياحة. اه اه انا معايا فلوس كتير والدانية مرتاحة بس شهرين تلاتة لا ده مش مكافيني. اه. هتوصل لمرحلة دي. صح. فالاعباء والالتزامات المالية بتاعة بتزيد مع زيادة الدخل او زيادة المرتب اللي بيجي الحارقة. مظبوط. فبالتالي لازم فيه نسبة انت تلزيمي نفسك بي. لازم نغير الماينسات. لازم نغير تاريخ التفكير ان فيه جزء معين لازم يتم استقطاعه من المرتب او من الدخل الشهري. ويتعمله استثمار. الجزء ده اللي هو بيبقى كم في المية مسلا من مرتبي. ممكن من 10 الى 20 في المية وانت على حسن. بس هو لازم. هو لازم لو انت عودت نفسك على كده هتحس ان هو خلاص مع الوقت لا. ما بقى بقى حاجة طبيعية جدا. في الاول هيبقى صعب. بس مع الوقت خلاص هيبقى طبيعي وما فيوش اي مشكلة خلاص. انت اللي بتلزيمي نفسك بداية. هتبتدي. انت ممكن توصل لان انا ممكن اعرف احوش مية ولا متين جنيه من الشهر دي تفرق ولا لا. تفرق جدا. تفرق. طب اعمل بيوم ايه بقى. انا عرفت احوش من مرتبي ميتين جنيه في الشهر. اوكا. هعمل بيوم ايه. عندك وسائل كتير جدا. مبدئيا. ابسط حاجة هنتكلم على سندوق استثمار منخفضة المخاطر. دي بتدي فايدة يومية. بيتم تراكم الزيادة اللي بتحصل بزيادة يومية. بتتراكم على سعر الوثيقة. تيجي في اخر المدة هتعملي استرداد. هتستردي بالزيادة اللي حصلت. ما بتقلش خالص. المدة دي هي تقريبا بيكون قدية. انت اللي بتحدديها. مفتوع فيها حرية زي حساب التوفير بالزبط. بس الفكرة ان هو الزيادة اللي بتحصل عليه زيادة يومية. انت حساب التوفير بيحسبلك على اقل رصيد في الشهر. يعني لو انت حطيتي الف جنيه اول الشهر. جيت في نصر شهر اسحبتي ربعمية مثلا. فافضل ستمية. هو ده اللي حسيبلك على الفايدة. سندي الاستثمار المخافضة المخاطر مش كده. لا انت كل يوم المبلغ اللي موجود بتحسب عليه الزيادة. وقت ما تيجي تسحبي الفلوس بتاعتك بتلاقيها بالزيادة اللي حصلت عليها. طب لو انا اتزنقت في النص وعايز اصحب الفلوس دي بانفع اصحابها في اي وقت? خلق تماما يوميا انت عندك كل يوم مقدر اصحاب. كل يوم تقدري تسحبيها لحد الساعة 12 الظهر. ده هو المعاد بتاع سندي الاستثمار كده. لحد الساعة 12 الظهر تقدري تسحبي الفلوس بتاعتك ما فيش اي مشكلة. ده نوع من انواع الاستثمار. ممكن ان انت تدخلي في البورصة. تشتري اسهم في بورصة. انا عايز اسألك بقى واحدة واحدة كده. دلوقتي انا عارفت احوش الميتين جنيه بتاعت كل شهر. حلو ابي. وحطتهم في السندوق. استثمار منخفض المخاطر. استثمار ناقدي. اه. وسبتهم سنة. تمام. هيجي لي عدة ايه? على حسب العائد اللي هيتم توزيعه في خلال السنة. يعني ما بين 10 و 14 في المياه. انتي بتتكلمي على حسب السنة. يعني السنة اللي فاتت كنا بنتكلم في 10 في المياه السنة اللي فاتت. المتوقع بالنسبة للسندوق المخاطر السنة تبقى في حدود 14 في المياه. ممكن تقولي هتبقى تقريبا كم? 14 في المياه. يعني كم فلوس? اه فلوس اوكاي اه يبقى 114. 114? اه لو احنا 100 جنيه من الكلف 100 جنيه يبقى 114. لو 200 جنيه هيبقى 118. 114 في الشهر? لا في السنة. 114 جنيه? اه اه بزبط انت هيجيلك 14 جنيه على المية جنيه. اه اصدق غير الميتين اللي انا بحوش. يعني انت بتقول ان انا حاجة. يعني الميتين جنيه يعملوا 28 وعشرين جنيه في السنة. بس مش الرقم برضو. ما هو انت رقم انت استثمرية صغير. انت بالزبط عاملة زي كورة التلج اللي بتبتيتيه تكبر مع الوقت. واحدة واحدة. بالزبط كده. والميتين تبقى 300 والتلتمية تبقى 350. وبعدين انت الميتين جنيه اللي انت شلتهم في الشهر دول انت ده قد اول شهر. تاني شهر هتحطي متين تانيين. تلت شهر هتحطي متين انت حسبتها لي على متين جنيه. يس انا حسبتها على متين واحدة بس. ايوا انا أتخبرتي? انا حسبتها على اول متين انت تحطي تحسيبي. لو انا حوش متين جنيه في الشهر على سنة. طيب بصKEN دي هتبقى حزبة طويلة شوية. لسبب بصيدة ان احنا حسبناها على اول شهر انت اوبدعتي في. لان ان كل شهر هتبقى مختلفة عن ال ماهد. بس احنا بنقول ان الابرج ان انت عال SaaS الجنيه هيجي لك حوالي مية وجوية في الشهر. لأ. في السنة؟ 28 جنيه في السنة 28 جنيه في السنة؟ بزبط بس أنت بتزود كل شهر بزبط كير فكل شوية هيزيد الفلس هي الفكرة أن أنت زي ما احتفقنا هي كرة التالج أنت بتكبريها كل شهر سواء بقى في السندوق استثمار منخفض المخاطر وبعدين أنا يعني أفضل أن هي ما تبقاش في حاجة واحدة زي ما اتفقنا يعني خلي جزء في السندوق استثمار منخفض المخاطر مثلاً وجزء تاني يستثمري في البورصة فيه أسهم سعرها أولئي جداً في البورصة يعني فيه أسهم بخمسة جنيه واربعة جنيه وثلاثة جنيه وفيه بقروش كمان فأنت ممكن تخش تشتري عشر أسهم معينة وهكذا والاستثمار في الأسهم في البورصة بالذات بيعتمد على المدد المتوسطة وطويلة الأجل يعني خمس سنين عشر سنين خمستاشر سنة فانتي على لما يبقى ده الطبيعي بتاعك أن أنت بتشتري أسهم طول المدة دي كلها أنت في الآخر بتعملي متوسط سعري كويس قوي وبتعملي أرباح هيلة أوكي فالنصيحة اللي نطلع منها من السؤال اللي سألته لحضرتك أنه يا جماعة مش شرط تكون أنت بتحوش رقم كبير أنت بتتعود أن أنت بس تشيل جزء حتى لو 100 ولا 150 جنيه من مرتبة كله ما تستقلش بالرقم ما تستقلش بالرقم واحدة واحدة الرقم ده هيكبر على مدار الوقت وكل ما تزود عليه كل ما هيجي لك فلوس زيادة وبيتضاعف مع الوقت يعني أنت في الأول هتحس أن أنت المتينج دي هو لا حاجة تغييرة قوي وبتاع السنة اللي بعدها أنت المتينج دي لا طبعا أنت كومتي من السنة أو بتتراكم من السنة الأولى مبلغ فأتدى يبقى معاكي بلغ عمالة تزيد معاكي وكل ما البلغ غير اللي هي الفلوس الأصل فلوس الأصل وطلع عليها فلوس زيادة بالزبط كده وكل ما بتزودي كل ما الأرباح بتاعتك هتبتدي تزيد والاستثمارك هتبتدي يكبر مع الوقت طيب في ناس بتقول وبتنسح على السوشال ميديا ومع رشده صح ولا غلط أن سباك الفضة ممكن برضو تكون استثمار جايد ده حقيق ده حقيق الدهب والفضة من المعادة اللي بتقدر تحفظ قيمة الأموال وتقدر أن أنت تعمل عملية تحوط من التضخم من بالدهب أو الفضة الفضة برضو بنفس القوة بتاعت الدهب بس تدبوبات السعرية فيها بتبقى أعلى شوية من الدهب في نفس الوقت الأرباح بتاعتها بتبقى أقوى يعني احنا جينا مثلا في سنة 2011 كان نسبة الارتفاع الموجودة في الدهب حوالي 110% سعر الأوقية نط مش فاكر 2008 ولا 2011 بالضبط التاريخ سعر الأوقية بتاعت الدهب نط حوالي 110% الفضة نط 450% رقم برضو بالضبط بالضبط بالنسبة لسعرها قليل وبعدين سعر الأوقية الدهب احنا بنتكلم في حوالي 2000 دولار المتواصل بتاعها في الفترة دي سعر الأوقية الفضة حوالي 23 دولار 25 دولار رقم بسيط بسيط دي يقدر ان الصغر المستثمرين يقدروا انهم يتحوطوا به لو مش هيقدروا انهم يشتروا دعا بالضبط انا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ محمد على وجودك معايا من نهاردة وعلى سألتك يمكن مش بأسئلة الموزعين اللي هي بتكون كلمات كبيرة كده وضخمة بس أنا دي الطريقة اللي بشوف بيها الناس بتتكلم في الشارع جراني وصحابي وآهلي وبنبعزين نفهم بطريقة مبسطة بالضبط عشان كمان الفكرة تقدر تيوصل لناس بشكل أفضل مرسي جدا على زوءك ومرسي جدا ان انت كنت معايا مرسي لحوالتك مرسي